اهلا بحضراتكم بعد الفاصل هتسمعوا نوادر ما اسمعتهاش في اي شاشة خالص وفي اي برامج تانية غير عندنا هنا في المجري كابتن فتحي انت ليك نوادر معك كابتن حطيب انت بالنسبانك وانت فتحة بروك الشائي اللي هو راجل ما بينامشي ويقلق اي حد موجود في ويقوم من بعد ما بيصال الفجر ما بينامشي يا ويل انا عدت معاه فترة طويلة جدا في المعسكرات اللي لو نمتل ساعتين على بعض يبقى كويس قوي ايه نوادرك مع الكابتن خطيب نوادر مع الكابتن خطيب اولا كابتن خطيب احنا ما تربين سوا وكنا عنده طبعا يمكن في العجوزة قبل ما تجاوز كنا عنده شقة في العجوزة كنت انا وكابتن معصد صالح وكابتن زيزو وانت ساعات كنا بروح نبات ناب يعني كن روح دايما من نبات ناب كابتن خطيب قليل او في النوم زي يفكر الساعة 8-3 بالليل ما تيجي ننزل السيدة ناكل السيدة الساعة 1-3 بالليل وانا فاكرك عن عنده عربية 28-5 وحايد دي لو تفتكرها خضرة عربية برطقاني برطقاني 5 وحايد طب يلا يلا الساعة 3 بالليل ننزل مش عايز اسكر اسم طبعا الراجل بتاع الكباب اللي كان هناك اه وكنا ننزل الساعة 3 بالليل اه عادي جدا كانت حياتنا كلها ان احنا نعيش حياة جميلة اه يعني حياة جميلة بتدي لكل حاجة حق بتدي كل حاجة حق يعني النهاردة خلاص انت عايز تطلع تتعشى اطلع تعشى اه بس مش معنى انك بتقوم الساعة ساعة 3 بالليل وعندك تمرين الصبحية الساعة 8 السوء والله كنا بالنام قلال جدا ايه بس ده لما بيكون عندك تمرين الصبح الساعة 8 ما كنش بتخرج الساعة 8 لا لا ما كنش لا كنا ملتزينين برضو في الحتة دي على اساس طبعا برضو عشان بنوضح للسادة المشاهدين لا لا ما كنش طبعا بنصر كل يوم لا ده هي بيبقى يوم كده في الاسبوع اه ما فيش تمرين ممكن يبقى فيه راحة ممكن يبقى فيه راحة من التمرين في الاسبوعي فكنا دائما بنحب الحاجات دي طب انت باستمرار كنت بتنكش شطة في الرحلات في كل حاجة لحد الوقت يوم كشو انت شاف ان شطة من الناس اللي هي عملت تاريخ في النادي الاهلي وكان بيحسسنا ان واحد من الناشئين او من الاجبال النادي الاهلي اه طبعا طبعا طالما لبس التشيرت اندمج مع المجموعة عاش في المجموعة ابتدى ياخد طابع فعلا اداء ولعبة النادي الاهلي شطة كان من اللعبة المميزة جدا جدا مميزة جدا وكان مستر ديكوتي وكان مستر ديكوتي الحمد لله عليك لو تفتكر كان اميز لعيف في نادي الزمالك في هذا الجيل فاروق جعفر فاروق جعفر استفال روستي الوحيد اللي كان بيشل حركة فاروق جعفر شطة خفيف الحركة عنده رشاكة وعنده مرونة عنده كل ما تتخيله كان معايا كابتن شيحتها حلقة قبل اللي فاتت فبقول له يا كابتن ما تشات اهلي قال اللي كان بيهدوكوتي بيحطلي لازقة ومرة انا بجري لقيتو قاعد عليك تافي اه لا كان هو خفيف خفيف قوي عنده رشاكة غير عدية موقف بقى مرضو حصل ما انا لسه هقولك حكي لنا بقى الموقف ده موقف كنا في اوغندا كنا في اوغندا ده في الحرب الاهلية حرب الاهلية في اوغندا يا خاضر يا ربي ده على ده يوم ماشي كنا تعزمنا لو تفتكر تعزمنا عند السفير وكان حد في السفارة عزمنا ورجعنا بالليل واتضرب علينا نار وجرينا ساعتها طبعا وجي الراجل بمدفع رشاش كده وقالك ياه لو سمحتوا لان قائد انقلاب موجود قاعد قدامنا في القوضة قاعد قدامنا في القوضة الموقف اللي حصل خلت لقلنا ايه لو تفتكر كنا نامين تمانية في القوضة على مراتب في الارض على مراتب في الارض قلنا ماشي ناخد اول انا بقول بس للسادة المشاهدين احنا دي عانينا جدا 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 الجيل بتاعنا لما رحنا لعبنا في افريقيا يعني البطولة اللي احنا اناها دي وحقنا بطولة بكده دي مكانش من فراغ يعني الحاجات بسمعونا دي اول مرة تستمع واول مرة تتقال احنا فعلا شوفنا الموت بعنينا فضلك الفرق بس طبعا ما طلعنا القوتيل بقى ونمنا تمانية على الارض دي شطة في توقيت قالك انا عايز اخش التوالي فقلتلكم عايزين ناعمل فيه حركة ناعمل فيه حركة هنطفل دور القوضة خالص وانا هاستخبر الباب لو تفتكر مضبوط فشطة راح وراجع راح تماسك رجلي من تحت العرقوب دي العرقوب راح طاير في العمل جامبينج يعني مفيش حاجة بالقلم وصرخ وويويه لانا بقى الراجل جاي لك يا جماعة لازم هدوء لازم لازم احنا اضرب على لما كان اللمبة من ورا احنا اضرب علينا يا نار ايوة انا بقول لك اضرب عليشان كان فيه حاجة زي الخفاش كبيرة كده ضربت في الشجر عملت صوت اهه فافتكروا فيه حد فضرب علينا ناره واحنا ساعة تاجرين على القوتيلة نفاجة كواس قوي طيب انت كنت بتلعب باك ليفت وفي نفس الوقت كان قدامك ما كان شغالة زي مختار علاقتك كان ايه بمختار لا علاقة الحمدلله كويسة جدا علاقة كويسة وعلاقة يمكن برضو فيها شيء من الترابط في المركز انا بلعب ليفت وهو بيلعب في الجنب الشمال وكنا على طول دائما بنكلم بعض يعني مختار كان عنده سيمة برضو ان ينزل يدفع كويس طبعا كان عنده سيمة كويسة يعني رغم ان مختار جي علينا ايوة انا بقولك جي علينا بس كان عندنا فيه حتة تجاوب حتة جانوس حلوة قوي بيننا وبهم بعض كنت بتقعد معا بتك بتقوله هو كان بيتفاهم الحاجات دي قوي ومختار من النوع الطيب جدا النوع الزاكي يعني حتى ما كنت بقوله انا هتقدم او اشتغل انا في الحتة دي كان بيستنى بيسقط هو شوي كان بيستنى هو عنده حتة المروحة حتة دخوله جوه دي وانا اطلع لبرا كان كان فكر سابق الزمن